هلا بحضرتكم من جديد ولسه بنتكلم عن مدينة العالمين الجديدة اللي في الحقيقة بتمثل إضافة للخريطة السياحية في مصر خاصة مع وجود فعاليات مهرجان العالمين أو العالم عالمين اللي بيجذب أنظار الوفود السياحية وبيقدم تجربة صيفية مميزة وفريدة لكل الزائرين نعم قلت يا بسانت بالضبط يعني عايزة أقول برضو لحضرتكم أن سياحة المهرجانات هو نوع من أنواع السياحة العالمية بيجذب جمهور معين وبيكون ليه دور كبير جدا في جذب ألوان مختلفة من السياحين على مختلف تلوينهم وجنسياتهم وثقافتهم وخصوصا أن هذا المهرجان بالتحديد فعلا فيه ألوان كتير يعني فيه أنشطة وفيه فعاليات فيه حاجات رياضية فيه حاجات فنية فيه حاجات يعني بترضي كل الأزواء زي ما بيقولهم احنا النهاردة في هذه الفقرة تحديدا هنتكلم إزاي نقدر نستفيد من مهرجان العالمين إزاي نقدر نخليه أداء مهمة للجذب السياحي في مصر الفجوة الدولارية اللي كانت بتحصل لنا في مصر من صيف شرم والغرداء وإحنا عارفين أن شرم والغرداء يعني بيبقوا ناشطين أكتر في فصل الشتاء في فصل الصيف ما كانوش بنفس المكان هل حنقدر نخلي العالمين محطة على خريط السياحة بصحابة النهاردة لوستر إسرحان الخبير السياحي عشان يجاوب على كل هذه الأسئلة أهلا بارك أستاذ أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك خبير سياحي نحن بنتكلم عن مدينة جديدة زي مدينة العالمين ودايما عارفين أن المدن الساحلية الكبيرة المحطوطة على خريطة السياحية الكبيرة في العالم بتعتمد على مهرجانات أو أنواع من المهرجانات عشان تسوأ لنفسها فخلينا نقول أن بعض المدن بتعتمد على مهرجان تسوق بعض المدن بتعتمد على مهرجانات رياضية فنية وهكذا نهارده مدينة العالمين عاملة مهرجان بيجمع ما بين كل هذه الأنشطة المختلفة فآن واحد بنتكلم على أنشطة رياضية مختلفة بنتكلم على أنشطة فنية وغيره وغيره تكلمني عن أهمية هذا المهرجان أهميته إيه؟ دي حاجة زي نقدر نستفيد منه أقصى استفادة بالتسويق لهذه المدينة الجديدة دي حاجة تانية وهل النهارده السايح اللي أنا بستهدفه يقدر من بعد هذا المهرجان من بعد التسويق لهذا المهرجان يرجع مرة تانية للعالمين بعد ما يخلص المهرجان طبعا الهدف من السياحة حاجتين خلق وعي محب للبلد أن الناس تحب تيجي للبلد وتوليد ويولد عملة في الاقتصاد اللي هي الفجوة الدولارية اللي حضرتك تفضلت وقلتها عشان إحنا محتاجين دولار للحياة بتاعتنا عشان ندر نستورد أو المواطن يلاقي الحاجات السلعة اللي هو عاوزها ده على المستوى العام على المستوى الخاص هو تغيير الحالة المزاجية لمواطن مصري أو عربي أو أجنبي دولة ثلاث فئات مستهدفة بالنسبة لنا من المدينة العالمين الجديدة المدينة دي في سبع سنين أولا يعني ده كانت تراب كانت سحرة تماما وطلع فيها عبراج وحاجة في منتهى الجمال اللي في الدنيا طبعا في سبع سنين مين اللي عمل ده؟ المصريين أول حاجة فلازم يعني ده جهد مشكور للحكومة والشعب اللي شارك في مدينة مليانة بالألغام خليني أقول قد خارجين مليون لغم بتشار كل ده وبقت حاجة يا جنة لو أحسن استغلالها هنقدم منتج غير موجود في العالم غير موجود في العالم احنا عندنا منافسة شديدة طبعا وخصوصا بعد ما انتهت الموضوع بتاع كوفيد 19 احنا النهاردة محتاجين ان احنا نقدم نفسنا او نقدم للعالم منتج جديد العالمين أنا أخذ مثال دايما بقوله في الإعلام السايح اللي في أوروبا لو بيسافر للمالديف بياخد عشر اتنشر ساعة طيران تكلفة الطيران في تسعير المنتج السياحي 30-40% طيب لو ترسعتين ثلاثة بس 30-40% حينزلوا لغاية كام فاحنا اصبحنا في وضع منافس سعريا ادي اول حاجة نروح عند جودة الميا والشاطئ والكلام ده ولا كلمة ولا حد جنبنا الريفيرا المصرية زي ما بيقول طيب الحاجة التالتة الجو احنا في السحل الجنوبي للبحر المتوسط الجو جميل جدا تقدر تستغل هذا السحل حتى من اواخر شهر ثلاثة يعني بتمد الموسم السياحي الصيف بتاعك لان الاجانب فرق بيبقى بيننا وبينهم في الشتاء 40-50 درجة هم بيبقوا ماينس 20 واحنا بلاس 20 40-50 درجة الفرق ده لازم يترجم الى فلوس يترجم الى دولار يخش في الاقتصاد بتاعنا عشان نقدر نجيب الفجوة نغطي الفجوة الدولارية لو المدينة النهاردة هي اقرب حاجة الكتلة الكبيرة اللي بتجلنا من السياح فين الكتلة الاولى كبيرة السحل اوروبي دول حوالي كان لغاية 2011 كانوا 8-9 مليون الكتلة التانية الاكبر وهي السحل العربي ده لهم متطلبات وده لهم متطلبات طب ماذا لو احنا يوم الجمعة اخر النهار انا افكر بصوت عالي كده اي اخر النهار طيارة طلعت من مصر المصانع بتقفل والشركات بتقفل في اوروبا اخر النهار عندهم سابت وحد اجازة مش كده طيب راحت وقفت له عند المطار هو هيجي يغطي بس بنا هيجيبه من اذا بنتكلم على ان يسيح الاوروبي اولا الاوروبي اولا شارتر 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 يبقى الاوروبي اولا دوت حييجي حينام هنا الليلة دي في العالمين يبقى كسبت ليلة في الابراجة العملاقة ديت هتبقى فنادق وفنادق من درجة عالية من الجودة تاني يوم الصبح يقدر يقوم في البحر تالت يوم الصبح يقدر يروح اسكندرية او يروح المتحف الجديد اللي احنا بنفتتحه ويبقى عمل سياحة ثقافية وسياحة شاطئية وده منتج غير موجود في العالم واقصر اجازة ممكن تتعمل وده يبقى مناسب جدا لرجال هيه سياحة الشارتر اللي احنا بنركز عليها فعلا سياحة الشارتر احنا لازم نشجع التيران في مطار في العالمين بالمناسبة في مطار في العالمين وفي مطار في سفينك زي ما انت قلت القصة هو حيجي ينام في مطار العالمين يعني ينزل مطار العالمين والتيران تاخده من مطار سفينكس وهو راجع لأن المطار سفينكس مخصص للطيران الشارع أنا استغربت أنه أنا عرف ناس من المملكة العربية السعودية استغربت وهم بيقولوا أنهم جايين على طول على السحل الشمالي ويعني مش هيعدوا على القاهرة الأول طبعاً أنه المطار شغال دي حاجة مهمة جداً أنه فعلاً زي ما حد كنت بتتكلم حد يجي بس في غضون 3-4 طيام مش محتاج وقت كبير بالذات أن حاجة زي السعودية مثلاً قريبة جداً منا نكلم على أقل من ساعتين ما بيننا وما بينهم فالنهار ده يقدر السائح الخليجي أو السائح السعودي ييجي بسرعة جداً يقعد في العالمين يقضي له يومين حلوين خاصة مع الجو الجميل جداً اللي موجود في السحل الشمالي بمقارنة مع حتى القاهرة لو نكلم على القاهرة لا القاهرة ممكن تبقى حر شوية عن السحل الشمالي اللي هو جوه تحفى نروح للنقطة الثانية اللي حضرتك تفضلتي قلتيها دلوقتي السياحة صناعة لوجستيات بمعنى فرنسا على سبيل المثال بيجي لها 80 مليون سائح ليه؟ وإحنا هما أحسن مننا في إيه؟ اللوجستيات طريقة المواسطات عندهم سهلة جداً نقدر تحرك من نقطة ألف لنقطة بيه؟ بمنتهى السهولة وبدون مساعدة حد على التطبيقات المحمول بمنتهى البساطة السائح العربي اللي هو متطلباته بيتحرك بعدد كبير لأن الأسر عندهم بيبقى العدد الأفراد الأسرى كبير إحنا لازم نسهله إجراءات وصوله هنا من غير ما هو أغنى سائح في العالم يعتبر فلو إحنا وصلنا له أن مصر تستضيفه بمنتهى السهولة من غير ما يخش يجي بعربيته بمنتهى البساطة بإجراء مسبق فرق جمروكي مسبق بدلاً ما يروح في الجمرو عشان يفرج عن سيارته مثلاً في يوم كامل أنا عاوز أخرجه له في نص ساعة عشان اليوم ده حيقوده في البلد عندي فهيدفع فلوس أكتر ده السائح العربي لهم متطلبات بأعداد يبقى لازم فيه نمط للشؤة اللي هيعيش فيها أو الفندق اللي هيعيش فيها هو عايش في جناح أو عاوز يبقى هو ضم أفراد أسرته معاه لأنه من الخصوصية هو برضو السائح لنا عادات عربية غير العادات الأوروبية ده بالنسبة للسائح العربي والسائح الأجنبي برضو لو إحنا فكرة أن إحنا نسهل اللوجستيات ده حيخلي الناس تيجي أسرع إحنا المهرجان طبعاً جميل جداً أنا شفت كتير الناس تكلموا قبل ما خش الهوى مع حضراتكم صحيح إحنا تكلمنا عن ده بقى للأجانب يعني عندنا قناة سياحية بتتكلم عن مصر عاوزين يعني كل دولة بتنشد أنه عندها سائح لازم عندها قناة للسياحة تتكلم عن عادات البلد وآثار البلد وأكل البلد كل ما يتعلق بالبلد إحنا عاوزين نمصل ده إحنا عاوزين نجوم مثلاً من الفن المصري الفنانين المصريين موجودين طب وإيه اللي يمنع أن إحنا نجيب بقى كمان فنانين عالميين اللي بيجي الهرم يجي العالمي اللي بيجي الهرم ونستقطبه وهو ده يجي يعمل هنا وأنا شفت مرة في مغني علامي أندريا عبدشالي مرفق صغير لليخوت في إيطاليا وقدامه عشرين ثلاثين ألف جايين يحضروا الحفلة بطيارات خاصة وبمواصلات وكلام من ده إحنا هو ده صعب أن إحنا نعمل اللي قادر يشتغل يشتغل خلينا أسأل محرك من وقع تجربتك راكلت لي أنت أصلاً في الأصل مرشد سياحي لليابانيين وللبولنديين الإنجليسي الإنجليسي طيب من واقع خبرتك بالتأكيد اشتغلت في شرم واشتغلت في الغرداء أو عارف إمكانيات المكانين كمنتجعين مصريين بيجذبوا ألوان مختلفة من السياحة في موسم الشتة تحديداً في الصيف بيقل الريد جداً نقدر إزاي بقى ننقل ده في نخلي هنا الشتة ونخلي هنا الصيف بحيث أن خزينة السياحة المصرية من العملات الأجنبية يعني تفضل طول اليوم أو طول السنة بتجيب فلوس آه بتجيب فلوس مصرة تستحق أنها تضع كده لعلى مين أو المطروح أو الساحل الشمالي زي ما قلنا في المقدمة كان حكراً على المصريين الأسرياء على بعض الخلايجة اللي عارفين المكان لكن ما كانش يواخد مكانته عالمياً إحنا السبب أنا آسف إذا كنت أقول ديت إحنا السبب إحنا لازم نتكلم عن نفسنا بطريقة صح العالمين فيها قد اللي في الغرداء جمال الشواطئ أكتر من الغرداء والغرداء حلو جداً العارفيك الغرداء ومارس العالم ده مصنفين من أحسن مناطق الغطس في العالم وشارم الشيخ طبعاً المدينة العالمية التجهيزات اللي فيها لأنها معمولة طبعاً المدن الزكية زي ما بيقولوا أي فهي مصممة على ده هي قربها من الأسواق الأوروبية اللي هو الكتلة الأكبر هو ده هو ده يبقى لازم إحنا نوصل لده بسرعة جداً وما ننتظرش أنه أنا أنا بقى نشوف في بلاد شمال البحر المتوسط دولة منافسة لنا هي طول الوقت في القنوات الإخبارية عمالة تحط زور تعالى زورنا تعالى مش عايز أقول الاسم طبعاً تعالى زورنا لا مش دولة واحدة وكل الدول بتعمل كترة هل إحنا وصلين للبرة الشعر اللي فات خليني أقول في دقيقة كنت بتكرم في فيتنان عن عملي في فيتنان كان عن عملي كامورشت سياحي وقابلت رئيس أكبر شركة من شركات السياحة في أمريكا وإنجلترا صدبني بقال إحنا عارفين إن مصر تستحق إن تكونوا أكتر من كده بس إحنا اللي بيوصل لنا إن البلد مش مستقرة قلت له السفارة بتاعتك ما بتوصل لكش المعلومات صح السفير بتاعتك كان بيجي وعد في الحسين ويشرب شيشة وشاي من غير حراسة وبيطلع تاني يوم يقول تصريح إن البلد مش أمان ده بيدركوا منتهم لازم أفهموا إنه هو كمان متضرر من سياسة دولته الخطأ هو وصل له الإعلام اللي وصله عني إن إحنا ما إحناش أمان قلت له طب ما هم الناس بتاعتك بقالهم معي أربع خمس سنين شغالين بييجوا في حد فيهم اشتكى إن إحنا مش أمان قالي لأ قلت له طب يبقى أنت لازم أنت كمان تصلح ده عشان تكسب أكتر نصحته قلت له أنت مجربتش تروح مدينة العالمين الجديدة ده منتج بالنسبة لك فريد واللي أنا قلت لحضرتك دلوقتي اللي هو الجمعة أو السبت والحد ده تقدر تعمله لسياحة الأغنية لأنه هو بيعمل هو بيعمل برامج تفصيلية مش بيجيب جروب وبيجيب ناس ناس أغنية أنت تقدر تعمل ده للناس بتاعتك الشركات الكبيرة صحاب الشركات الكبيرة تقدر تعمله خد النصيحة هو جاي الشهر الجاي عشان يشوف المدينة العالمين ويتفرج عليها لأنه عاوز يضيفها كمنتج بالنسبة له هو أنا كمنتج سياحي أو كصاحب شركة أنا عاوز أبيع الأقصر عاوز أبيع الغرداء ده ينفع شتا ده ينفع صيف ده ينفع ثقافي كل ما بنزود ده طب هو ما وصل لهش أن مدينة العالمين دي موجودة طب أنا عايزة أسأل حريك سؤال دلوقتي في بعض الدول بتعتمد على شركة واحدة للتسويق للسياحة فخليني أقول ساوت أفريكا مثلا من هذه الدول بتعتمد على شركة واحدة للتسويق للسياحة في البلد دي هل مصر عشان فيها كازا دستنيشن أو كازا مقصد سياحي نظن شنو هينفع نعتمد على الشركة واحدة هل مصر محتاجة شركات عديدة للترويج للسياحة ده حاجة تاني حاجة حديثة اشتغلت مع السياح الياباني البولنزي والإنجليزي مدينة العالمين إزاي تستقطب كل هؤلاء الجنسيات إن إحنا نبعث كاميرا أو تخال اللي إحنا شفناه قبل الهواء أنا شفته في الشاشة جوه في الاستراحة ده يوصل لبرا لو وصل لبرا بجودة الشواطئ دي شايفين أنا شفت البنات اللي هم بيلعبوا الرياضة جدا اسمها التيكبول خلي الناس ليشوف ده الناس برا مش شايفة ده لو الناس شفته هيتشجع وييجي ومعها لما يكون في شانل سياحي قناة فضائية بتتكلم عن السياحة إحنا بننشد إحنا عندنا سياحة طب وإحنا مش لازم نعرف الناس إن إحنا عندنا سياحة ده أول حاجة لازم عندنا دي وبتتكلم عن الأماكن الجمال في مصر اللي كل شبر في مصر يصدح إنه يكون منتج سياحي اللي واحده لازم نتكلم عن ده منفاش إن إحنا نسيبه هتكلفنا إيه القناة دي إدي حتكسب كمان لأنها حتبقى فيها إعلانات للفنادي وفيها إعلانات للمطاعم وفيها ووا 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 إحنا حنكسب منها ما تتعملش ليه يعني إحنا مستنين إيه عشان نعمل دي الحاجة التانية لازم يعني وزارة السياحة غرفة الشركات مع بعض لازم يقعدوا يعمل حاجة اسمها ماركت ريسيرش أنا مستهدف لأني أسواق أنا عاوز السوق البرازيلي أوكي أنا حوصله إزاي بالطيران مدى المعتمد على طيران دولة تانية صحيح إحنا شفنا بلد جنبنا شقيقة السنة اللي فاتت بس جابوا خمسين طيارة فوق الأسطول بتاعهم اللي هو أصلاً 100 يبقى معنا أنه هو قادر يوصل للناس الفلوس دي اللي 40% اللي اتكلمنا عليها في سعر التذكرة هتخش للإقتصاد كمان صح لما أعمل برامج حتى لو أنا ما عنديش في الوقت الحالي أنا عاوز أجيب سايح من أمريكا الجنوبية يبقى أنا اللي بيوصله هناك المغرب لأن هي قرب حاجة في غرب أفريقيا طب ما أعمل برامج مشتركة مع المغرب هو يجيب في المغرب للتين ويجيب عندي للتين ويرجع بلده وعلى فكرة السياحة بتاعة أمريكا الجنوبية في ازدياد رهيب دلوقتي في مصر لازم نوصل للناس دي بسرعة الناحية التانية كنا في الأول لما السياحة الروسية وده رقم لا يستهان بي أبدا كان 3 مليون سايح التلاتة مليون سايح ده كنا بنجيبهم عشان هو جاي تارجة الغردقة أو شارم الشيخ كنا لازم نجيبه مصر القاهرة ويركب طيارة تانية هو إيه اللي يمنع أننا نجيبه مرة واحدة على الغردقة إيه المشكلة لما أنا دي اللوجستيات التكلفة المنتج بتاعنا إحنا أسعارنا لحد اللحظة دي مقارنة من الدول اللي حوالينا أرخص وأفضل جدا أسعارنا كويسة جدا وأنا استحق إن إحنا نكون أفضل من ده بس مش بنتكلم عن نفسنا صح وسعاد بيترك الأمر لشركة والشركة الأجنبية دي عمرها ما حتى لا والوكيل الأجنبي صح حقا جلدك مستع دفرق زي ما بيقوله صح صح أنا معك لا مش قصدي شركة أجنبية أكيدا قصدي شركة مصرية تسوق للسياحة مع تعاون مع شركات في البلاد اللي احنا عايزين نسوق لي ومالو شركة مصرية إحنا عندنا كلية بتاعت حاسبات كليات للحاسبات والمعلومات ليه ما يكونش مشروع التخرج بتاع الطلبة دولة السياحة مرتبطة بكل قطاع في الدولة الطلبة دولة ما يبقاش مشروع التخرج بتاعهم ليه إنه يعمل موقع سياحي لمصر بورتال لمصر صحيح الناس تعرف عننا كل حاجة طيب حدثتك يعني أكيد سفرت كتير بحكم عملك وشفت مهرجانات كتير تقييمك إيه لمهرجان العالمين وسط المهرجانات الكتير اللي شفتها هنحتاج نزود عليه شوية إنه يوصل للأجنبي هنحتاج نزود عليه هو كويس جدا طبعا أنتو كبداية هايل أن أنت بتحط رياضات وتحط تسوق وتحط سياحة التسوق عنصر أساسي في السياحة الشواطئ يبقى فيه رياضات اللي هي الرياضات البحرية والترفيهية زي ما احنا شفنا ومحتاج نجيب مثلا المغنين الأجانب اللي بيغنوا لصفة الأهرامات نجيبه هناك بدلا ما يبقى فيه المغنين العرب بس محتاجين مثلا فيما يتعلق يعني أديني برضو أفكار حضرتك أحتاج ستايلست أنا آسف ستايلست هو واحد يقول أنا عاوز بيئ دي ازاي أنا عاوز أعمل هنا مهارجانات أوكي يبقى أنا حجيب أنا معايا أرقام تلفون المغني العلامي دوت أو الفريق البلاي دوت أو الأوركستر أتكلمهم تعالوا تكلفتكم في مصر تيجوا تعملوا لي حفلة ودولهم جمهور كبير ودولهم جمهور كبير إنه لما كان بتتعامل احنا شفنا بيوت أزيق على فكرة السنة دي في مصر في الشيطة اللي فات ده شفنا عرض الأكبر بيوت الأزيق في العالم ده حاصل أظن برضو في العالم جاي بيعمل عرضة في الأقصر شفنا بيت أزيق عالمي جا خد الوصفة العطور المصرية من معبد إتفو عشان يقدم منتج سياحي بارفان مصري اتعمل من 3000 سنة وهيقدمه هو هو احنا صعب أن احنا نعمل ده ما عندنا بنتين الأختين اللي عملوا مصنوعات جلدية وطلعوا منتجات في منتهى الروعة عندنا مصنع المقلدات بتاعه وزارة السياحة والأثار اللي موجود بيطلع منتج في منتهى الروعة ايه اللي خليني أشجع اقتصاد الصين واجيب منتجات رضيئة الجودة مع احترامي بقى رضيئة وباحة للشايح في الوقت دوت وصرب العملة بتاعتي ويجي أنا عاوز أبيع المنتج بتاعي منتج حاجة اسمها براند نيم كده لازم مصنع الأثار عامل ده وعمل في منتهى الروعة ينقص بس السعر شوية هتبقى انت منافس أصرف على اقتصاد الصين اللي هو أشجع المصنع في الصين جزء من السياحة التسوق انت مع عمرك ما هتسافر في بلد غير وانت راجع هتجيب معاك علبة شوكولاتة صح؟ فين عندنا مصنع في مصر بيعمل شوكولاتة بالشكل الفرعوني مثلا رفع عليك ايه الصعوبة اللي فيها ولا فيها اي صعوبة مدينة الغرداء المدينة دي طلحة 60 كيلو من الجونة لحد مكادي مثلا كل ده بيستورد المستلزمات بتاعت الغرف بيجيبها منين من القاهرة طب الظاهير الصحراوي ده أنا مستعملتوش ليه واعمل فيه مصانع عشان لما أنا هوفر تكلفة النقل حابقى في سعر تنفسي اكتر كمنتج سياحي مع الجنبي صح مراجعين العالمين في النهاية هو فرصة مهمة جدا عندنا كل المقاومات بيسمى بالرفيرا المصرية في مياه فيروزية نقية يعني لم يمسسها بشر كانت منطقة الغام اصلا في سواحل رملية عظيمة جدا بنقصنا بس التسويق ثم التسويق من اجل ان نصل لكل هذه الجماهير اللي عايز اتيجي شكرا لك الخبير السياح لساسة رئيسة الحال شكرا لك